أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر أن العملية الإسرائيلية في رفح محدودة وذلك بعد يومين على قصف المدينة والذي أوقع قتلى وجرحة واستدعى إدانات دولية وقالت مساعدة المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر أن ما يجري في رفح وما يفعله الجيش الإسرائيلي محدود النطاق وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن لم تشهد أي شيء في هجمات إسرائيل العسكرية في رفح منذ يوم الأحد يستدعي سحب المساعدات العسكرية الأمريكية وأشار كيربي إلى أنهم يتابعون التحقيقات في شأن قصف مخيم البريج وأن الولايات المتحدة لا تأمل بوقوع خسائر كبيرة في الأرواح بين المدنيين الإسرائيليون قالوا إن الأمر كان خطأا كارثيا وإنهم سيحققون في الأمر وسندعمهم بفعل ذلك ولكن كما قلنا وقال أيضا جيك سوليفن إننا لا نرغب بأن نرى أي عمليات برية واسعة النطاق في رفح قد تصعب كليا على الإسرائيليين أن يطاردوا حماس دون إحداث ضرر كبير وعدد كبير في الوفيات لم نرى أن الإسرائيليين يقومون بعملية شاملة في رفح لكننا نراقب الأمر من كثب وقالت الخارجية الأمريكية أنه يجب على إسرائيل لا تشن ضربات على المناطق المصنفة بأنها آمنة والتي أبلغت المدنيين بالتوجه إليها مشيرة إلى أن افتقار إسرائيل خطة غزة ما بعد الحرب يثير قلقا كبيرا لدى واشنطن بخصوص استمرار الصراع وذكرت أن العملية الإسرائيلية الحالية في رفح مختلفة كثيرا عما رأيناه في خان يونس ومدينة غزة وها أعربت الخارجية عن حزن واشنطن البالغ إذا الخسائر المأساوية في الأرواح في غزة وقالت أن واشنطن تواصلت مع إسرائيل للتعبير عن قلقها العميق تجاه ما يحدث في رفح وأكدت الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ملزمة باتخاذ كل التدابير لتفادي المساس بالمدنيين خلال عمليتها العسكرية في رفح وأوضحت أنها تتابع عن كثب نتائج التحقيق الذي تجريه القوات الإسرائيلية حول ما حدث وقالت يبدو أن هدف إسرائيل من هجوم رفح هو ملاحقة أعضاء حركة حماس كما حدثت الخارجية إسرائيل على إجراء تحقيق شامل بشأن ما وقع في رفح مؤكدة أن تل أبيب لها الحق في ملاحقة حماس نشعر بحزن عميق زاء الخسارة المأساوية في الأرواح في رفح تلك الصور مفجعة وأنا أعلم مقدار الألم الذي تعاني منه تلك العائلات لقد كنا واضحين للغاية لا ينبغي لإسرائيل أن تنفذ ضربات في المناطق الأكثر أماناً إسرائيل ملزمة أيضاً ببذل كل ما في وسعها لتقليل الضر الذي يلحق بالمدنيين أثناء قيامها بعملياتها العسكرية لا يزال الوضع الإنساني يمثل تحدياً لا يصدق ليس فقط في رفح ولكن في جميع أنحاء القطاع وهو السبب وراء عملنا بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفتح الحواجز اللوجستية لدخول المساعدة للقطاع